السلام عليكم اهلا بكم معانا في قناة بيتي بيتك الحمام من الاماكن اللي بتكون مش واسعة لذلك مهم ما يبقاش فيه اي كركبة علشان تنظيفه يبقى سهل وسريع وعلشان تقللي وقت تنظيف الحمام وما يخدش معاك اكتر من خمس دقايق تنظيف يوميا خليك معانا واوعدك ان انت حتستفيد جدا وخصوصا بالخلطة اللي حقولك عليها النهاردة ولكن خلينا كخطوة اولى نتخلص من اي حاجة ملهاش لازمة في الحمام يعني مثلا اول حاجة هتدخلي الحمام لو لقيت كيس شامبو فاضي على الرف مشت السنان ومكسرة محدش بيستخدمه علبة شامبو فاضي مثلا بس شكلها حلو مستخسرة ترميها فرشة اسنان قديمة مكنسة ايدها مكسورة جرد المخروم كل دي من نوعيات الكركبة اللي بتكون موجودة في الحمام ومهمة خلاصي منها علشان الكركبة دي هي اللي بتضيع عليكي وقت في تنظيف الحمام وكمان بتصعب عليكي تنظيف الحمام وبتخليكي تاخدي وقت ومجهود زيادة في التنظيف وبالتالي بتبقي شايلة هم الخطوة دي لكن لو الحمام مفهوش كركبة كتير تنظيفه ومش هياخد منك وقت وبالتالي هيبقى سهل الخطوة التانية بعد ما خلصتي من كل الكركبة هتجيبي كل الحاجات الموجودة في الحمام ترسيها قدامك مثلا في الطرقة قدام باب الحمام وهتبصي في الحاجات اللي عندك ما تخليش فيه عندك حاجتين من نفس الواحدة بمعنى ايه بمعنى مثلا لو انت بتستخدمي نوع شامبو معين وزوجك او ابنك بيستخدم نوع شامبو تاني خلاص هيبقى عندك نوعين شامبو في الحمام لكن لو انتو اللي اتنين بتستخدموا نفس نوع الشامبو ليه يبقى عندك اتنين في الحمام او مثلا لو انتو بنتك بتستخدموا نفس نوع الشامبو ليه يبقى عندك عبوتين خلي عبوة واحدة واستخدموها مع بعض او مثلا ليه تفتحي عبوة شوار جديدة والقديمة لسه باقي فيها كمية ولو صغيرة وكذلك الهندوش وكذلك فرش الاسنان خلي فيه حاجة واحدة يعني مثلا انت اشتريتي فرشة اسنان جديدة ارمي القديمة قبل ما تحطي الفرشة الجديدة وما تحتفظيش باكتر من وحدة من نفس النوع مكنسة واحدة فرشة تنظيف تولدت واحدة فرشة تنظيف الحوض واحدة مساحة واحدة وهنا خليني انبهك لحاجة مهمة مش معنى ان انا بقولك خلي حاجة واحدة بس من كل نوع يعني مثلا فرشة واحدة تنظيف بيها كل القطع الموجودة في الحمام انا ما اقصدش كده خالص الحمام بالذات لازم فرشة لكل مكان يعني مثلا القعدة بتاعت الحمام او التويلت ليه فرشة مخصوص الحوض ليه فرشة مخصوص والبنيو ليه فرشة مخصوص او كابينة الشاور بيكون لها كمان فرشة مخصوص لكن ماينفعش اشتري مثلا فرشة جديدة للحوض وانا عندي لسه الفرشة القديمة موجودة اللي انا اقصده ان انت تخلصي من اي حاجة قبل ما تشتري الحاجة الجديدة عبوة شامبو جبتيها جديدة ارمي القديمة الخطوة الثالثة استخدمي خلطة فعالة في التنظيف وده هيخلي الحمام يفضل نضيف معاكي لأطول فترة ممكنة والموضوع ده انا جربته بنفسي يعني انا مثلا لو جيت في يوم انضف الحمام ونضفت الحمام بالسائل بتاع التنظيف العادي تاني يوم ببقى محتاجة فعلا ان انا انضف الحمام بالفرشة وبرضو انضف الحمام كأني منضفتوش مبارح لكن في خلطة انا مجربوها بتخلي الحمام نضيف لفترة طويلة لأكتر من اسبوع الخلطة دي بتشيل حتى الخطوط الصفرة اللي بتبقى في قاعدة الحمام او الطويلت وهي عبارة عن 4 معالق ملح لامون 4 معالق كربوناتو 2 كبية صابون او سائل موعين ولكن خليني اقولك تستخدميها ازاي مش بنخلط كل المكونات دي على بعض اللي اتفرج على فيديوهات التنظيف عندنا قبل كده عارف قد ايه خطوة النقع بتبقى مهمة جدا جدا في التنظيف وبتفرق كتير جدا فخليني هنا اقولك احنا بنستخدم الخلطة دي ازاي بعد ما بتطلعي كل الكركيب اللي في الحمام بتبدأي ترشي ملح لامون وتدعاكي الاماك اللي انت عايزة تنظفيها بفرشة مبلولة يعني مثلا ترشي حب على الحوض حب على البنيو وعلى القعدة والارضية وكل فرشة مخصصة تدعاكي بها الجزء ده وبعدها ترشي الكربوناتو وتعملي نفس الخطوات وتعملي نفس الخطوات بان انت تدعاكي بفرشة مبلولة على الكربوناتو للاماكن اللي عايزة تنظفيها اللي بتكوني حطيتي فيها قبلها ملح لامون بعدها بتضيفي لتر مية دافية على كوباية الصبون الموعين وتبدأي بقى تدعاكي في الحمام كله وتدعاكي في السيراميك والفواصل وورا القعدة وما تنسيش كمان تدعاكي وورا الحنفيات وورا المقبض بتاع الباب كل الاماكن اللي انت محتاجة تنظفيها وبعد كده ما بتشتفيش الخلطة دي بسرعة بالمية ولكن بتسيبيها بتاخد حوالي ربع ساعة بتتعمل عملية ناع عشان تتخلصي من اي رواسب واي بقع صفرة واي اتساخات موجودة في الفواصل بتاعة السيراميك بتسيبيها حوالي ربع ساعة الطريقة دي بتخلي الفواصل بتاعة السيراميك تنضف ولو فيه اي خطوط صفرة تنتهي والحمام بيفضل نضيف لاطول فترة ممكنة بعد كده مش بتحتاجي غير مية وصابون وبتنضيف بسيط بيكون الحمام نضف وبعد ما بتخلص الربع ساعة بتشتفي الحمام شاطفة كويسة جدا هتلاقي فعلا الحمام نور معاكي والسيراميك بقى نضيف جدا وكمان تاني يوم وتالت يوم مش بتحسي ان انت عايزة تنضافي الحمام تنضيف عميق او تستخدمي فرش لان هو فعلا بيكون نضيف جدا وبيكون منور جدا ولكن مجرد شاطف بسيط بصابون اللي احنا بنستخدمه العادي بالمساحة بتلاقيين نضيف جدا الخطوة الرابعة كمان مهم ناخد بالنا ان بسكت الزبالة عزكم الله مهم جدا يكون موجود في الحمام علشان مسلا لو فيه منديل او خلة اسنان او شعر مسلا لو انت بتنضافي المشت بعد ما بتصراحي شعرك فالبسكت هنا هيحافظ على الحمام انك ما تلاقيش فيه اي حجم رميه على الارض كمان لو انت من النوع اللي الغسالة او البسكت بتاع الغسيل بتاعك في الحمام مهم يبقى بسكت الغسيل متغطي طول الوقت وبلاش تعلق هدوم ورا باب الحمام وعودي اولادك اول ما يخلصوا استحمام على طول الغيرات اللي تقلعت اللي هي مش نظيفة تتحط في البسكت ويتغط طبعا غطى البسكت ده مهم جدا 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 حتى لو كان البسكت من النوع المتفرغ وجود الغطى مهم جدا ومن اكتر الحاجات اللي سهلت علي تنظيف الحمام واللي هتساهل عليك انت كمان انك تخلي عبوة صغيرة بتاعة مثلا صابون موعين او صابون تنظيف سيراميك وفيها مية ومعلاقة بكربونات السوديوم والعبوة دي بتكون موجودة في الحمام باستمرار ليه طيب ايه اهميتها انت مثلا ممكن تبقي داخل الحمام تتوضي تلاقي الحوض مش نظيف فالعبوة دي هتكون موجودة جنبك بسرعة هترش رشة بسيطة وانت واقفة وتستخدمي الفرشة بتاعت الحوض مثلا فالموضوع ده مش هياخد معاكي نص دقيقة وكمان هتلاقي الحوض نظف فلو العبوة دي مش موجودة معاكي في الحمام هتكسلي تخرجي تجيبي عبوة عشان تنظفي الحوض لكن كده هيفضل الحمام نظيف باستمرار وعلمي كمان اولادك ان كل حد ينظف الحمام وراه وهو خارج ووجود العبوة دي هيساهل عليكي جدا وهيساهل عليهم جدا ان هما ينظفوا الحمام لان العبوة هتكون موجودة جنبهم في الحمام وبكده هيقل جدا وقت تنظيف الحمام الخطوة رقم 6 ما تنسيش ابدا تنظيف ادوات التنظيف نفسها وده هيخلي الحمام دايما نظيف ومفهوش بكتيريا وكمان الادوات هتبقى نظيفة علشان المرة اللي بعد كده لما تحب تنظفي الحمام تكون الادوات فعلا نظيفة معاكي وما تنسيش تصفي لو مثلا مب ما تحطهوش دايما في البسكت او في العلبة بتاعت الجردة ولكن خليه دايما يتصفى والفرشة بتاعت التويلت برضو خليها تتصفى ونشفي كل الادوات اللي في الحمام بعد ما تخلصي تنظيف وافتحي الشباك علشان المية اللي في الحمام بتعمل عفونة في السقف وكمان ممكن تبوز الشكل بالاضافة ان عفونة السقف لقدر الله ممكن تسبب كمان امراض والحقيقة دي معلومة انا نفسي ما كنتش عرفها انا كنت فاكرة مثلا ان العفونة اللي في الحمام دي شكلها وحش وخلاص ولكن هي فعلا بتسبب امراض صحية لدرجة ان هي ممكن تسبب ازمات في التنفس ممكن تسبب مثلا حساسية فمهم جدا ان احنا نهتم بتهوية الحمام وتنشيف الادوات الموجودة في الحمام عشان دايما نبقاش فيه مية او ابخيرة الخطوة السابعة والاخيرة متنسيش تضيفي ملح لامون وكربوناتو ومية مغلية للحوض والبلاعة كل مرة بتنظفي فيها الحمام علشان تحافظي على ريحة الحمام طول الوقت ولان ملح اللامون والكربوناتو هيخلصوك من اي روايح رطوبة او عفونا او اي روايح غير مستحبة موجودة في الحمام نتيجة تراكم المياه في الحوض بتاع الحمام او تراكم المياه كمان في مسورة الصرف بتاعة البلاعة وبكده اكون قدمتالي الكل اللي عندي النهاردة يارب تكونوا استفدتم معانا يارب الفيديو يكون مفيد بالنسبالك لو استفدتم معانا ادعمونا بلايك اشتراك كومنتو محفز والسلام عليكم ورحمة الله